هجمت مجموعة من المحتجين مبنى السفارة الإيرانية في اليونان احتجاجا على ما وصفوه بقمع الأكراد في إيران وقالت مصادر إعلامية إن المحتجين الذين هاجموا مبنى السفارة كانوا يستقلون دراجات نارية في تنقلهم وعلنت الشرطة أنها لم تعتقل أي من المتورطين في الحادث حتى الآن ويأتي الهجوم بعد قيام السلطات الإيرانية بإعدام ثلاثة نشطاء أكراد في إيران وقيام الحارس الثوري بقصف صاروخي لمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث سقط 14 قتيلا وأكثر من 40 جريحا